بدأ العد التنازلي لاستحقاق السابع عشر من كانون الاول ديسمبر الانتخابات التشريعية المحطة الاخيرة في خارطة الطريق التي تعهد من خلالها الرئيس قيس سعيد العودة الى الديمقراطية موعد سارعت جبهة الخلاص الى اعلان مقاطعتها له لتلتحق بها خمسة احزاب تمثل الطيفة الديمقراطية الاجتماعي وليعلن بعد ذلك كل من الحزب الدستوري وحزب افاق ايضا عدم المشاركة في الانتخابات قانون انتخابي يصادر حرية الترشح وتحت اشراف هيئة منصبة لا تحظى بادنى ثقة او مصدقية فبالتالي ليس لنا سوى الصبر محاصرة هذه الظهرة اسقاطها وستسقط بالطرق السلمية والمدنية ستسقط وستعود الديمقراطية التمثيلية الى تونس حجة المقاطعين ان المسار برمته انقلابي فضلا عن انتقادهم القانون الانتخابي الذي اقر على نحو انفرادي ليؤسس وفق تقديرهم لنظام سياسي قاعدي وليضرب في الصميم تمثيل المرأة في الحياة السياسية حجج يراها خصمهم وهي للتغطية على افلاسهم شعبيا وسياسيا وعجزهم عن كسب ثقة التونسيين عبر صنديق الاقتراع حجة المفلسين شعبيا وحجة الذين كانوا مربوطين بما قبل 24 جوليا اغلب الاحزاب المقاطعة اليوم تدافع على مصالح ما قبل 25 جوليا اين كانت هذه الاحزاب لما كانت الناس تموت ولما كانت الناس تسفر ولما كانت الناس تستشهد بين من يعلن المقاطعة للانتخابات بدعوة دفاع عن الديمقراطية ومن يؤكد المشاركة فيها رفضا لعودة المكونات السياسية لعشرية الفشل التي تجاوزتها الاحداث بقرارات 25 جوليا يبدو ان عنوين الصراع السياسي ستستمر بعد الاستحقاق تراهين الاحزاب المقاطعة للانتخابات على اسقاط مصاري الخامس والعشرين من جوليا من خلال الحراك السلمي المدني فيما تتمسك القوى السياسية الداعمة للرئيس قيس سعيد بالمشاركة بكثافة لتثبيت المصاري ودعم خطه السيادي الوطني ايمتشتارة تونس الميادين ترجمة نانسي قنقر